بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام مع درس جديد من دروسنا في الشرح اللغوي لموتون طالب العلم وما زلنا مع متن القواعد الأربع لشيخ الإسلامي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى واليوم بإذن الله سوف نشرع في قراءة القاعدة الثالثة من القواعد الأربع وهذه القاعدة قال فيها الشيخ رحمه الله القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في غباداتهم ظهر على أناس متفرقين في غباداتهم منهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فدليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ودليل الملائكة قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ودليل الصالحين قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونك فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعز ومنات الثالثة الأخرى وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواب فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة هذه قراءة للقاعدة الثالثة كاملة هذه القاعدة ذكرها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بعد أن بين قاعدتين سابقتين فلابد أولا أن نفهم الرابط بين القاعدة الثالثة وبين القاعدتين السابقتين القاعدة الأولى والقاعدة الثانية فنقول بعد أن بيّن الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى قاعدتين تكلمنا عنهم في الدروس الماضية القاعدة الأولى بيّن الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى أن المشركين كانوا مقرين بربوبية الله تعالى في الجملة كان مقرين بربوبية الله تعالى فهم مقرون يعني معترفون بأن الله سبحانه وتعالى منفرد بالخلق والرزق والتدبير والإشياء والإماتة إلى آخره فهم يقرون في الجملة بماذا؟ بتوحيد الربوبية أو بالربوبية مقرين بالربوبية نعم أما التوحيد فلنحن لا نقول أنهم كانوا موشدين توحيد الربوبية بل كانوا مقرين بهذا ثانيا في القاعدة الثانية التي قرأناها في الدرس الماضي عرفنا أن هؤلاء المشركين لم يكونوا يعبدون هذه المعبودات على وجه الاستقلال أن المشركين لم يكونوا يعبدون معبوداتهم على وجه ماذا؟ على وجه الاستقلال يعني هم يعلمون جيدا أن هذه الآلهة التي يعبدونها لا تستحق العبادة وحدها وإنما كانوا يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى يتقربون بها إلى الله جل وعلا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة وأيضا يعتقدون أن هذه الآلهة تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى فبعد أن بيّن هاتين القاعدتين أراد أن يبين لنا أن المشركين هؤلاء تفرقوا في عباداتهم تفرقوا في ماذا في عباداتهم أن المشركين تفرقوا في عباداتهم والمقصود بالعبادة هنا كما سنرى أي المعبود فذكر المصدر وأراد اسم المفعول تفرقوا في عباداتهم يعني في معبوداتهم تفرقوا في المعبودات فمنهم من عبد الجن ومنهم من عبد الملائكة ومنهم من عبد الحجرة ومنهم من عبد الشجرة ومنهم من عبد الأنبياء ومنهم من عبد الصالحين إلى آخره كما سنرى فتفرقوا في عباداتهم منهم من عبد الشمس ومنهم من عبد القمر ومنهم من عبد الشعراء هو كوكب في السماء فهم تفرقوا في العبادات والعبادات المقصود بها هنا ماذا المعبودات واضح فبعد أن بين الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى هاتين القاعدتين انتقل إلى القاعدة الثالثة بعد أن بين أن المشركين كانوا مقرين معترفين بربوبية الله تعالى وأنهم لم يكونوا يعبدون معبوداتهم على وجه الاستقلال لا يرون أن هذه المعبودات تستحق العبادة وحدها بل كانوا يعتقدون أنها تقربهم إلى الله تعالى وتشفع لهم عند الله تشفع لهم عند الله هذه هي القاعدة الأولى من القواعد الأربع وهذه هي الثانية القاعدة الثالثة فيها أن المشركين تفرقوا في عباداتهم تفرقوا في عباداتهم كما قال الشيخ رحمه الله هنا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم ما معنى ظهر؟ ظهر هنا من معنى الظهور من معنى الظهور وظهر في اللغة كما سنكتب في الملف بمعنى بدى واتضح ولكن المقصود به هنا ظهر أي خرج برسالته على أناس متفرقين هذا المعنى للظهور هنا فالظهور بمعنى خرج برسالته على أناس متفرقين وأناس جمع ماذا؟ جمع إنسان يعني تقول إنسان جمعه ناس وأناس وأناسي فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج على أناس ما صفتهم؟ هؤلاء الناس نعم متفرقين فهذا حالهم ظهر على أناس متفرقين حالهم أنهم كانوا متفرقين أو صفة نعم عفوا هذه صفة ظهر على أناس متفرقين فهذه صفتهم هذه صفتهم متفرقين في ماذا؟ متفرقين في عباداتهم وهناك نسخة للمتن فيها متفرقين في عبادتهم ليس بالجمع يعني وكما قلنا أن كلمة العبادة هنا هي المصدر من الفعل ماذا؟ من الفعل عبدة فتقول عبدة عبادة عبدة عبادة ولكن المصدر هاهنا بمعنى اسم المفعول المصدر بمعنى اسم المفعول يعني متفرقين في معبوداتهم تفرق عكس الاجتماع عكسه ماذا؟ مجتمعين تفرقوا فهم تفرقوا في المعبودات والكلام واضح فمنهم من يعبد الشمس والقمر منهم من يعبد الشمس والقمر الشمس مفرد جمعه شموس والقمر جمعه أقمار شموس وأقمار فمنهم من يعبد الشمس والقمر وهذا واضح كما سنرى ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من عبد عدة آلهة نتبه يعني هناك من مشرك العرب من كان يعبد عدة آلهة لا يكتفي بإله واحد لا يكتفي بإله واحد ومنهم من يعتقد أن جميع هذه الأشياء تستحق العبودية يعني تنفع وتضر فلا ينكر على أحد من المشركين الآخرين واضح هذا لا ينكر على أحد من المشركين الآخرين طيب فهم قد تفرقوا في العبادات على أصناف شتاء على أصناف شتاء نعم قال الشيخ رحمه الله القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر يعني خرج برسالته على أناس ما صفتهم متفرقين في عباداتهم كما قلنا العبادة هنا يقصد بها ماذا يقصد بها المعبود يقصد بها المعبود ثم قال فمنهم من يعبد الشمس والقمر وسيذكر رحمه الله لكل نوع من هذه المعبودات دليلا من القرآن رحمه الله تبارك وتعالى وهذه طريقته في متونه وخاصة في القواعد الأربع لأن هذه القواعد كما ذكرنا مأخوذة من القرآن كما ذكر ذلك رحمه الله فمنهم من يعبد الشمس والقمر نعم ومنهم من يعبد الملائكة قالوا الملائكة هم بنات الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ووضعوا للملائكة صور وعبدوهم ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأحجار والأحجار والشيخ رحمه الله لماذا ذكر هذه القاعدة هذه القاعدة مهمة جدا كما سنرى فيها رد على مشرك زماننا على مشرك زماننا لأن بعض المنتسبين للإسلام يعبدون الصالحين وعندما ننكر عليهم ذلك يقولون نحن لا نفعل كالمشركين المشركون كانوا يعبدون الأصنام فكيف تساوون بيننا وبين من يعبد الأصنام نحن نتشفع بالصالحين وبالنبي همتم الفكرة فالشيخ يريد أن يرد عليهم يرد عليهم يقول لا ليس الأمر كما تظنون ليس الأمر كما تظنون فالعبرة الإشراك بالله سبحانه وتعالى في المعبود العبرة في هذا الإشراك بالله سبحانه وتعالى في المعبود أيا كان المعبود فمن مشركي العرب الذين قد ظهر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من العرب والعجب النبي قد ظهر للناس كافة ظهر للناس كافة عرى بهم وعجمهم فمنهم من كان يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين فمنهم من عبد عيسى منهم من عبد عزير كما سنرى في الدليل ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار وهؤلاء على اختلاف صورهم ماذا فعل معه النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم هنا موطن الشاهد في كلمة لم يفرق بينهم لم يفرق بينهم عليه الصلاة والسلام في قوله رحمه الله تبارك وتعالى ظهر على أناس متفرقين كما قلنا ظهر هنا أي خرج برسالته على أناس متفرقين وظهر في اللغة العربية معناها ماذا؟ معناها بدى واتضح تقول ظهرت المسألة وظهر الحق يعني وضح وبدى واتضح واضح بعد أن كان خفيا ومتفرقين كما قلنا هذا وصف لهؤلاء الناس متفرقين من متفرق متفرق وهذا اسم فاعل من تفرق فهو متفرق متفرقين هذا اسم فاعل من الفاعل ماذا؟ تفرق وعكسه ماذا؟ تجمع أو اجتمع أو اجتمع لذلك متفرقين عكسه ماذا؟ مجتمعين متفرقين مجتمعين على أناس متفرقين في ماذا؟ متفرقين في عباداتهم كما قلنا هنا العبادة هنا مصدر بمعنى ماذا؟ بمعنى اسم المفعول هذا واضح فالمصدر قد يأتي أحيانا بمعنى اسم المفعول فهم متفرقون في عباداتهم أي في معبوداتهم التي عبدوها يوضح هذا ما ذكره رحمه الله تبارك وتعالى فمنهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار كما وضح بعد ذلك وبين رحمه الله تبارك وتعالى نعم وكما قلنا في هذا الكلام الذي ذكره الشيخ في هذه القاعدة رد رد على من؟ رد على تشغيب بعض المشركين تشغيب يعني التشويش بشبهاتهم الباطلة لماذا؟ لأنهم يقولون ماذا؟ يقولون أتشبهون بين الصالحين والأحجار والأشجار؟ نعم؟ بقولهم تشبهون التشفع يعني طلب الشفاعة أو الاستشفاع والتقرب بالصالحين بالاستشفاع والتقرب بالأحجار انظر إلى هذه الشبهة لأن هذه الشبهة هي الغرض من وضع القاعدة أصلا الشيخ يريد أن يرد على هذه فبعض المشركين يقول نحن نستشفع ونتقرب بالصالحين أما المشركون الذين كانوا في زمن النبي فهم يستشفعون ويتقربون بالأحجار والأصنان باللات بالعزة بهبل هكذا نعم؟ فهنا تأتي يأتي الجواب القاصم يأتي الجواب القاصم نقول لا نظر انتبه لهذا الكلام لا نظر لمكانة المعبود نحن لا ننظر إلى مكانة المعبود ومنزلته ولكن النظر في ماذا؟ أين الإشكال؟ في أنه عبد مع الله ثم هناك رد آخر مفهوم من كلام الشيخ أنه وأيضا نقول عبادة المشركين ليس كما تقولون لم تكن مقصورة على الأشجار والأحجار هذا مفهوم عندما نقرأ عبارة الشيخ مباشرة فقط لم تكن مقصورة على عبادة الأشجار والأحجار فعبدوا أيضا الصالحي وعبدوا اللاتة وعبدوا اللاتة اللاتة هذا قيل أنه رجل كان صالحا يلت السويق للحجاج وكذلك عبدوا عيسى وعبدوا عزيرا وهكذا فعبادة المشركين لم تكن مقصورة على الأشجار وهناك رد ثالث يعني نحن نرد على هذه الشبهة من أوجه أو العلماء ردوا عليها هناك رد ثالث وهو أن أنه عن الشرك أتى في القرآن عاما أتى يعني على العموم عامة يعني يفيد ماذا يفيد العموم ليس خاصا قال الله عز وجل اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا نكر في سياق النهي يفيد العموم يعني لا تشركوا به شيئا أي شيء أيا كان حجرا أو شجرا أو نبيا أو صالحا أو قبرا أو وليا إلى آخره هذه فائدة عزيزة وبهذه القاعدة نفهم لماذا ذكرها الشيخ ها هنا ولماذا ذكر الأدلة على كل نوع حتى لا يقول قائل أننا نعبد أو هم لا يقولون نعبد ولكن يقولون نحن نتقرب لا يقول المشركون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله الآيتان هنا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلف كما قرأنا في عبارة الشيخ في الدرس الماضي ثم قال الشيخ بعد ذلك وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم يعني لم يفرق بينهم في الحكم لم يقل هؤلاء يعبدون الملائكة أو الصالحين فنتركهم وهؤلاء يعبدون الجن أو الأحجار والأشجار فنقاتلهم لا وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم والدليل على هذا في قول الله سبحانه وتعالى وقاتلوهم هذا فعل أمر وقاتلوهم وانتبهنا إلى الفعل قاتل يختلف عن الفعل قتل يختلف عن ماذا؟ عن قتل فتنبه لهذا جيدا فقاتلوهم ليس معناه اقتلوهم ليس المعنى اقتلوهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فليس كل مشرك يقتل ليس كل مشرك يقتل بل العلماء يفرقون في هذا يجعلون المشركين على على أقسام واضح؟ فهناك تفرقة عند العلماء بين أنواع المشركين وأقسامهم وقاتلوهم هنا فعل ماذا؟ فعل؟ أمر والواو هنا الفاعل واو الجماعة وهم الضمير مفعول به وهم تعود على ماذا؟ يعني الضمير هنا يقاتلوهم تعود على ماذا؟ تعود على المشركين على شتى أصنافهم على شتى أصنافهم وأنواعهم وهذه كما قلنا قاتلوهم هنا في هذا المعنى تفيد ماذا؟ تفيد العموم ولذلك ذكرها الشيخ رحمه الله يعني قاتلوهم عامة والعلة تبين لنا ذلك حتى لا تكون فتنة وتكون هنا تامة كان كما نعلم تأتي ماذا؟ تأتي ناقصة يعني تحتاج إلى اسم وخبر تقول كان زيد منطلقا وهنا اسم كان زيد ومنطلقا خبر ماذا؟ خبر كان وتأتي تامة كما هنا حتى لا تكون فتنة ففتنة هنا فاعل أي حتى لا تحصل فتنة أو حتى لا توجد فتنة والفتنة هنا كما قال أهل التفسير بمعنى ماذا؟ بمعنى الشرك الفتنة بمعنى بمعنى الشرك يعني حتى لا يكون شرك بالله حتى لا يكون شرك بالله هكذا قال قتادة ونقل ذلك الطبري في تفسيره حتى لا تكون فتنة يعني حتى لا يكون شرك بالله وحتى لا يعبد من دونه أحد فهنا هذا هو المقصود بماذا بالفتنة يعني قاتلهم حتى لا يكون شرك وتقل عبادة الأوثان وتضمحل ويكون الدين كله لله الدين هنا كما قال الطبري في تفسيره بمعنى الطاعة والعبادة سنذكر العبارة كاملة ونكتبها إن شاء الله حتى ويكون الدين يعني الطاعة والعبادة والانقياد كله لله سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة كما قلنا هنا وقاتلوهم هذه الكلمة قاتلوهم تختلف عن ماذا عن أقتلوهم قاتلوهم قاتلوهم يعني حاربوهم وجاهدوهم نعم ولكن هذا عام هذا عام أما القتل فهو خاص أما القتل فهو ماذا فهو خاص كما نعلم أن الناس ينقسمون إلى قسمين مسلم إلى مسلم وكافر وليس هناك قسم ثالث مسلم يقر بالتوحيد وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وكافر ليس هناك قسم ثالث المسلم عرفناه فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فدم المسلم محرم دم المسلم محرم نعم إلا بالحدود الشرعية طيب الزالي والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة فكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه عرفنا هذا الكافر هل كل الكفار يقتلوا كما يقول ذلك أرباب الخروج من خوارج عصرنا وغيرهم الجواب لا فالكافر هذا ينقسم أيضا إلى أقسام الكافر هذا ينقسم إلى ماذا إلى أقسام فليس كل الكفار يقاتلون هناك كافر معاهد 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 انتبه لهذه الكلمات وهناك كافر ذمي وهناك كافر مستأمن مستأمن وهناك كافر محارب وهناك كافر مرتد يعني كان مسلما ثم ارتد فهذه أقسام فهذه أقسام الناس عموما أقسام الناس الذين يعيشون معا على الكرة الأرضية نقسمهم أولا إلى قسمين إلى مسلم وهذا دمه حرام وماله وعرضه ثم بعد ذلك نقسم الكافر إلى أقسام إلى معاهد معاهد ليس معاهد هذا اسم مفعول من ماذا من عاهد فهو معاهد اسم مفعول اسم مفعول من عاهد ومعنى هذا أي بيننا وبينه عهد وما معنى عهد يعني اتفاق العهد هو الاتفاق اتفاق للصلح والسلام وهذا مثاله من مثاله المشركون الذين عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية فالنبي عاهد كفار مكة في الحديبية وكان من ضمن بنود العهد عدم القتال والهدنة عشر سنوات فهذا معاهد المعاهد هذا لا يجوز قتله هذا لا يجوز قتله بل قتله من كبائر ذنوب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة هذا معاهد الذمي الذمي من هو الذمي الذمي هو المسلم هو الكافر الذي يعيش في بلاد المسلمين الذمي الذمي من هو الذمي هو الكافر الذي يعيش في بلاد المسلمين هذا ذمي وسمي بذلك لأن له ذمة له ذمة فبينه وبين المسلمين عهد أيضا يسمى بعهد الذم وعقد الذم أي أنه في حماية المسلمين وفي رعايتهم وكلائهم وعهدهم وحفظهم وهذا أيضا لا يجوز قتله باتفاق بل قتله والاعتداء عليه وعلى دمه وماله وعرضه حرام ومن كبائر الذنوب فأيضا هذا دمه حرام ونفسه حرام كسابقه يعني طيب فعندي هنا المعاهد والذمي هذه الأنواع كلها مصونة ثم المستأمن المستأمن هذا أيضا مستأمن اسم مفعول من الفعل استأمن استأمن مستأمن اسم مفعول اسم مفعول من ماذا من استأمن فمستأمن يعني طلب الأمان طلب الأمان فأمنه المسلمون في بلادهم فهو مستأمن استأمن الألف والسين والتاء تدل على الطلب استأمن الرجل يعني طلب ماذا طلب الأمان والأمن طلب الأمن والأمان فهذا كافر أتى إلى بلاد المسلمين فهو استأمن يعني طلب الأمن فأمنه المسلمون فهو مستأمن أي بينه وبين المسلمين عهد أمان عهد أمان وهذا مثاله كما قلنا الكافر الذي يدخل بلاد المسلمين بأمانة وقد يكون من بلد بيننا وبينهم حرب فهو كافر محارب دخل بلاد المسلمين بعهد أمان فأجزن له الدخول مثل من يدخل للتجارة أو يدخل للسياحة أو للزيارة أو للتعليم فهذا مستأمن وهذا أيضا دمه حرام وماله حرام وعرضه حرام انظر فهناك ثلاثة أنواع من الكفار لا يجوز الاعتداء عليهم لا يجوز الاعتداء عليهم ولا يجوز أن ينتقص من حقهم في دم أو في مال أو في عرض ولذلك قال العلماء في قول الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا قال الله عز وجل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق قالوا هذه الأنواع كلها من ذلك الأنواع الثلاثة هذه من النفس التي حرم الله إلا بالحق إلا بحقه كالنوعين المتبقيين كالنوعين المتبقيين المحارب والمرتد المحارب والمرتد فالمحارب هذا الذي بينه وبين المسلمين حرب فهو في حالة حرب طيب فهذا يجاهد والمرتد هذا أيضا يقتل وقتله لولي الأمر وكذلك المحارب هذا يجاهد بضوابط الجهاد وأيضا يجاهد ومع ذلك فنحن نجاهد المحارب ولكن لا يعتدى على النساء لا يعتدى على الأطفال لا تحرق الأشجار لا يقتل شيخ في صومعته أو عابد يتعبد أو راهب فيقاتل المحارب يعني الذي يحارب ويباشر الحرب والقتال انظر إلى أدب الإسلام وإلى الفهم الصحيح في معاملة الناس في معاملة الناس فقاتلوهم هذه الآية ليست كما يقولها الخوارج يقرؤون هذه الآية ولكن لا يفقهونها يقولون وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله أي قاتلوا كل المشركين وكل الكفار وقتلوهم فهذه الآيات لابد أن تفهم في ضوء فهم السلف للنصوص وفي ضوء الأحاديث وتقسيم العلماء للناس واضح؟ فهذا حتى نفهم أن العموم في كلمة وقاتلوهم نعم هي تدل على العموم صحيح تدل على العموم ولكن هناك فرق بين قاتلوهم وبين اقتلوهم فلابد أن يعلم هذا سنكمل إن شاء الله الشرح والتعليق على القاعدة الثالثة من القواعد الأربع ولكن بعد استراحة للصلاة أقول قولي هذا وأستغفر العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم أي أنه قاتل جميع هؤلاء المشركين المتفرقين في معبوداتهم قال رحمه الله وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم والدليل على ذلك قوله تعالى وقاتلوهم أي المشركين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فاضح هنا كما قلنا في قوله وقاتلهم هذا الفعل وقاتلهم بهذه الطريقة تفيد ماذا؟ تفيد العموم في أنه جاهدهم وحاربهم على النحو الذي بينا ولم يفرق بينهم والدليل قوله تعالى وقاتلوهم أيضا هنا وقاتلوهم هذا أمر فعل أمر يفيد كذلك العموم أي وقاتلوهم جميعا وقاتلوهم جميعا طيب وقاتلوهم أعم أعم من ماذا؟ من وقتلوهم أتنبأ فليس كل كافر حلال الدم والمال ليس كل كافر على النحو الذي بينا حتى لا تكون فتنة فتنة أفرد جمعه ماذا؟ فتن وهذه الكلمة لها معاني كثيرة منها المقصود ها هنا الفتنة هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الشرك يعني حتى لا تكون فتنة قال المفسرون أي حتى لا يكون شرك بالله حتى لا يكون شرك بالله وحتى لا يعبد مع الله أحدا قاتلوهم حتى لا تكون فتنة يعني شرك ويكون الدين لله ويكون الدين كله لله الدين هنا كما قلنا كلمة الدين وفصلنا قبل ذلك لها عدة معاني هنا بمعنى الطاعة والانقياد بمعنى الطاعة والانقياد كما قلنا الأعربي يقول تقول العرب دين دين القوم فدانوا أي حكمتهم فأطاعوا دينت القوم فدانوا أي حكمتهم فأطاعوا فدان القوم يعني حكمهم ودان القوم يعني أطاعوا دان القوم يعني حكمهم ودان القوم يعني أطاعوا فالدين يأتي بمعنى الطاعة وهكذا قال الطبري رحمه الله قال الطبري في تفسيره على هذه الآية قال الدين الذي ذكره الله في هذا الموضع هو العبادة والطاعة في أمره ونهيه في أمره ونهيه حكذا انتهى كلامه رحمه الله طيب في أمره ونهيه وهنا عندما نقرأ هذه الآية وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله يعني وتكون العبادة والطاعة كلها لله سبحانه وتعالى ويكون الدين كله لله يعني العبادة والطاعة تكون كلها لله سبحانه وتعالى نعم واضح هذا الأمر واضح معنى الآية ثم قال رحمه الله فبأ يعدد الأدلة على تلك المعبودات التي ذكرها في مطلع كلامه عن هذه القاعدة قال فدليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فالمشركون الذين ظهر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متفرقين في عباداتهم ومنهم من يعبد الشمس والقمر ثم قال الشيخ فدليل الشمس والقمر الفاء هنا هي الفاء الفصيحة التي تكلمنا عنها قبل ذلك الفاء هنا هي الفاء ماذا؟ الفاء الفصيحة التي تدل على محذوف قبلها تدل على ماذا؟ تدل على محذوف قبلها كيف ذلك؟ هنا عندما قال فدليل الشمس والقمر يعني إذا عرفت ما سبق من أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم فأقول دليل ذلك الشمس والقمر فأقول لك دليل ذلك فالفاء هنا تسمى بماذا؟ تسمى فاء فصيحة تدل على محذوف قبلها وهذا المحذوف يفهو من السياق إذا فهمت وإذا عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم فأقول لك دليل الشمس والقمر هذه الآية ومن آياته الليل والنهار ومن آياته التي تدل على وحدانيته فالآية بمعنى الدليل والبرهان في اللغة الآية بمعنى الدليل والبرهان فمن آياته يعني من الأدلة من الأدلة على وحدانيته وعلى ربوبيته سبحانه وتعالى الليل والنهار والليل هنا مبتدأ مؤخر نعم ومن آياته هذا خبر مقدم يعني الليل والنهار والشمس والقمر من آياته واضح هذا نضع باقي الآية ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون كما قلنا هنا فدليل الفاء هنا هي الفاء ماذا؟ الفاء الفصيح وآياته كما قلنا الآية هنا هي البرهان والدليل ومن آياته يعني من الأدلة التي تدل على وحدانيته سبحانه وتعالى في المخلوقات التي خلقها الليل والنهار والشمس والقمر الليل هنا مبتدأ مؤخر ومن آياته هذا خبر مقدم خبر مقدم أو ومن آياته جار مجروم متعلق بخبر مقدم الليل والنهار والشمس والقمر هذا معظف لا تسجدوا لا هنا ناهية لا ناهية تسجدوا هذا فعل مضارع ماذا؟ مجزوم بعد لا الناهية لا تسجدوا للشمس ولا للقمر أيضا هنا لا ناهية قد أتت زائدة للتوكيد لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون واسجدوا لله هذا أيضا فعل ماذا؟ فعل أمر واسجدوا لله الذي خلقهن خلقهن يعني الليل والنهار والشمس والقمر نزلت منزلت جمع المؤنث جمع المؤنث لماذا؟ لأنه ليس من جنس بني آدم يعني غير عاقل واضح؟ فلذلك خلقهن إن كنتم إياه تعبدون إن هنا شرطية كنتم هنا كان مع اسمها وإياه هذا خبر كان وتعبدون هذا فعل مضارع مرفوع على مترفعي ثبات النون لأنه من الأفعال الخمسة والجماعة هنا فاعل والجملة الفعلية هذه كلها جواب الشرط جواب الشرط لإن إن كنتم إياه تعبدون واضح؟ هذا بالنسبة للدليل الذي ذكره الشيخ رحمه الله ليبين لنا أن من المشركين من عبد الشمس والقمر من عبد الشمس والقمر قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر فبعض الناس كانوا يسجدون للشمس والقمر فمن المشركين من عبد من عبد الشمس ومنهم من عبد القمر ومنهم من عبد الزهرة ومنهم من عبد الشعر ومنهم من عبد الشعر والشعر هذا كوكب كان يعبده المشركون في الجاهلية قال الله عز وجل القرآن وأنه هو رب الشعر فهنا الشعر هذا كوكب كان يعبده المشركون في الجاهلية خلف الجوزاء وإنه هو رب الشعر الشمس والقمر والزهرة والشعر هذه كواكب ونجوم أقمار عبدها الناس في الجاهلية ونحن عندما ندرس في باب النسب في النحو العربي تدرس أو في الصرف تدرس هذه الكلمة يقول لك عب شمي عب شمي ما من عب شمي؟ يقول هذا نحت ونسب منحوت من عبد شمس عبد ماذا؟ عبد شمس فيقولون عب شمي يقولون ماذا؟ يقولون عب شمي عب شمي عبد شمس فالعرب كانت تسمي هذا الاسم عبد شمس لماذا؟ لأنهم كانوا يعبدون الشمس في الجاهلية وينسبون إليها ويسمون على ذلك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في وقت طلوع الشمس وفي وقت غروبها عن الصلاة في وقتين في وقت طلوع الشمس وفي وقت غروبها وقال النبي عليه الصلاة والسلام فإنها تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان لماذا؟ كان الناس في الجاهلية إذا طلعت الشمس إذا طلعت الشمس وظهرت في أول النهار يسجدون لها يسجدون لها فماذا كان يفعل إبليس؟ كان يقف حتى تطلع الشمس بين قرنيه في يسجدون الناس فيسجد الناس للشمس فكأنهم سجدوا له كأنهم سجدوا له ولذلك قال النبي فإن تطلع بين قرني شيطان فالشيطان كان يجعل الشمس طالعة بين قرنيه عند سجود الناس لها عند سجود الناس لها فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في وقت الطلوع ووقت طلوع الشمس وشروقها وفي وقت الغروب وهناك أمم كثيرة عبدة الشمس فيسمون عبدة الشمس عندما تقرأ التاريخ للأمم تجد هذا فالفراعنة مثلا في مصر عندهم معبود يسمى رع إله رع رع هذا الشمس عندهم وقوم سبأ قوم سبأ كانوا يعبدون ماذا؟ يعبدون الشمس قال الهدهد ذكر القرآن ذلك في قوله وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله من هؤلاء من هؤلاء القوم هم أهل سبأ في اليمن كانوا يسجدون للشمس من دون الله فهؤلاء كانوا يعبدون ماذا؟ يعبدون الشمس ويسجدون للشمس في وقت غروبها وكذلك هذا موجود عند البابليين وعند غيرهم من الأمم والممالك وعند العرب كذلك وعند العرب فالعرب كان منهم من يعبد الشمس وقيل أن هناك قبيلة من بني تميم كانت تعبد الشمس وهذا موجود في أشعارهم ليست كل القبيلة ولكن بعضا منهم كانوا يعبدون الشمس ويسجدون لها وهذا موجود في أشعارهم التي ذكرتها كتب الأدب ولا يتسع المقام المفصل في هذا إذن الشاهد من هذا أيها الإخوة أن هذا الدليل الذي ذكره الشيخ ليبين لنا ليبين لنا أن من المشركين من عبد الشمس والقمر قال الله عز وجل لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن واسجدوا لله الذي خلقهن قال الشيخ رحمه الله أدليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون من آياته الليل والنهار والشمس والقمر كما قلنا هنا الدليل الدليل هو الشمس عفوا الدليل هو البرهان الدليل هو الآية والبرهان ولذلك هنا قال ومن آياته ومن آياته قال الشيخ السعدي في تفسيره ومن آياته قال أي آياتان تدل على وحدانية على وحدانية الله سبحانه وتعالى طيب فهذه الآيات النص الشيخ السعدي ليس لا أستحضره بالضبط ولكن هنا ومن آياته هناك أي من الدلائل والبرهان على وحدانيته سبحانه وتعالى هذه الأدلة التي ذكرها الليل والنهار والشمس والقمر من آياته يعني من الأدلة فكلمة آيات جمع مفردها آية والآية هي بمعنى ماذا الدليل والبرهان من الأدلة على وحدانيته سبحانه وتعالى الليل والنهار والشمس والقمر وكما قلنا هو خبر مؤخر هو خبر مؤخر والليل والنهار هو خبر مقدم والليل مبتدأ مؤخر الليل مبتدأ مؤخر الليل هذا مبتدأ مؤخر ثم بعد ذلك تأتي الكلمات التي هي الليل والنهار والشمس والقمر هذا كله معظوف كما بينا على السبورة فلا حاجة أن نكتب هذا مرة أخرى فهذه الآية فيها دليل على ماذا نعم فيها دليل على أن من المشركين من عبد الشمس والقمر من عبد الشمس والقمر والعرب يسمون بهذا يسمون بهذا فيقولون ماذا أو يسمون بهذا بأنهم يقولون عبشمي عبشمي عن نسبة تسمون بهذا نسبة إلى عبد الشمس ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا عن السجود في وقت طلوع الشمس وفي وقت ماذا وفي وقت غروبها نعم لا تسجدوا للشمس ولا للقمر هذا نهي لا تسجدوا للشمس ولا للقمر هذا نهي أي لا تسجدوا لهذه المخلوقات واسجدوا للذي خلقهن مخلوقات اسجدوا واعبدوا الله وحده هذه الآية فيها دليل على أن السجود عبادة واعبدوا الله وحده الذي خلقهن عنه وتعالى لأنه هو الخالق العظيم وما سواه مخلوق هكذا قال أهل التفسير نعم وكما قلنا أن العرب عبدت العرب والعجم يعني من غير العرب الشمس والقمر والكواكب والنجوم نعم كما قلنا هناك كوكب يسمى بماذا بكوكب الشعراء كوكب كوكب الشعراء هذا الكوكب كان يعبده كان يعبده الناس في الجائلية قال عنه قتادة هو الكوكب الذي اسمه الشعراء خلف الجوزاء نعم واضح هذا وكما قلنا في قوم ماذا في قوم سبأ قوم سبأ كانوا يعبدون الشمس في عهد سليمان عليه السلام فدعاهم للإسلام فأسلموا ثم قال الشيخ رحمه الله ودليل الملائكة يعني الدليل على أن المشركين كانوا يعبدون الملائكة أيضا يعبدون الملائكة أيضا قوله سبحانه وتعالى ودليل الملائكة قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل بل كانوا يعبدون الجن أكثر بهم مؤمنون أكثر بهم مؤمنون ودليل الملائكة قوله تعالى في هذه الآية ويوم يحشرهم جميعا ويوم يحشرهم جميعا هنا يحشرهم هم تعود على ماذا على المشركين هم تعود على المشركين يوم يحشر المشركين جميعا يوم القيامة ثم يقول للملائكة أهؤلاء هنا الهمزة للاستفهام لكن هذا استفهام إنكاري وكما قلنا الاستفهام الإنكاري ليس الغرض منه السؤال بل هو للإنكار ولذلك يقول البلاغيون لا يمكن وقوعه لا يمكن ماذا وقوعه فهو استفهام إنكاري أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قال قتادة رحمه الله وهم المفسرين في هذه الآية أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قال كقوله سبحانه وتعالى لغيسى عليه السلام ماذا قال الله لغيسى أأنت قلت كما سنذكر الآية في دليل الأنبياء أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله نفس السؤال سئل لغيسى عليه السلام أو سيسأل لغيسى يوم القيامة وسيسأل كذلك للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون يعني هؤلاء المشركون كانوا يعبدون يعبدونكم كانوا إياكم كانوا يعبدون يعني يعبدونكم يعني هذا هل أنتم أقررتم على هذا الأمر قالوا سبحانك أي تنزيها لك يا رب تنزيها لك كلمة سبحان للتنزيح تنزيها لك وتقديسا لك يا رب أنت ولينا من دونهم أنت ولينا من دونهم أي أنت الولي لنا الذي ندعوك ونعبدك ونرجوك فكيف نرضى بعبادة غيرك وكيف ندعو الناس لعبادة غيرك أنت ولينا أنت إلهنا وناصرنا ومعبودنا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن المقصود بالجن هنا يعني الشياطين بل كانوا يعبدون الجن يعني هؤلاء الناس الذين عبدوا الملائكة نحن ما أمرناهم بهذا ولا رضينا بهذا فأنت يا رب ولينا ونحن مفتقرون لك ومفتقرون إلى ولايتك كما قالوا فسيرون نحن مفتقرون إلى ولايتك ونصرتك فكيف ندعو غيرك إلى عبادتنا فكيف ندعو غيرك إلى عبادتنا أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أي يعبدون ماذا؟ يعبدون الشياطين فالشياطين أمروا هؤلاء الناس بعبادتنا أي بعبادة الملائكة أكثرهم بهم مؤمنون كلمة مؤمنون هنا كما قال الشيخ السعدي رحمه الله قال الإيمان هكذا قال الإيمان هو التصديق الموجب للانقياد ولا تقلقوا يا إخوة نحن سنكتب هذا في الملف إن شاء الله سنكتب هذا في الملف بخط أفضل ولكن نشرح أولاً على اللوحة حتى تتضح ثم نكتب الأشياء في الملف بخط أوضح قال الإيمان هو التصديق الموجب لماذا للانقياد فهنا في قول الله سبحانه أكثرهم بهم مؤمنون أي أكثرهم مؤمنون بهم أي منقادون إليهم منقادون إليهم يعني أكثر الناس منقادون إلى الجن والشياطين فالله سبحانه وتعالى يسأل الملائكة سؤالاً إنكارياً أهؤلاء أي أهؤلاء المشركون كانوا يعبدونكم وكنتم تقرونهم على هذا قالوا سبحانك يا رب تنزيهاً وتقديساً أنت ولينا من دونهم أنت معبودنا وناصرنا ونحن مفتقرون إلى ولايتك وإلى نصرتك فكيف ندعو غيرك إلى عبادتنا وكيف نرضى بهذا بل الذي دعاهم إلى هذا الجن بل كانوا يعبدون الجن أي يطيعون الجن أي الشياطين وأكثرهم بهم مؤمنون أي منقادون أي منقادون نعم وهناك أدلة كثيرة جداً من القرآن تبين لنا أن المشركين عبدوا الملائكة المشركون عبدوا الملائكة وكذباً وافتراءاً منهم قالوا الملائكة إناث إناث يعني وهذا تحقيراً وتقليلاً منهم يريدون أن يقللوا من الملائكة وجعلوا الملائكة الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم وجعلوا قال الله عز وجل هكذا في القرآن وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً يعني زعموا هنا جعل بمعنى زعم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم أشهدوا خلقهم يعني هل رأوا وشاهدوا خلق الملائكة إناثاً هذا رد عليهم كيف عرفتم يعني كيف عرفتم فقالوا الملائكة إناثاً وهم بنات الله وأولاد الله نعم وقالوا اتخذ الرحمن ولداً فرد عليهم القرآن بل عباد مكرمون بل عباد مكرمون يعني الملائكة فهم قالوا الملائكة إناث وهم بنات الله تعالى الله عما يقول الكافرون علواً كبيرا تعالى الله عن قولهم علواً كبيرا ثم عبدوا هذه الملائكة كيف عبدوها نصبوا لها نصب نصبوا لها نصباً وما معنى نصباً أي تماثيل وصور جعلوا للملائكة تماثيل وصور ثم عبدوها ثم عبدوا هذه التماثيل والصور وقالوا هي تمثل ماذا تمثل الملائكة واضح هذا الكلام نعم قال الشيخ رحمه الله نعم ودليل الملائكة قوله تعالى ويوم نحشرهم جميعاً أي المشركين جميعاً يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك قالوا سبحانك ما يكون لنا قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون ويوم نحشرهم هنا هم الضمير يعودوا على ماذا يعودوا على المشركين أي ويوم نحشر أو الكفار نحشرهم جميعاً ثم نقول للملائكة أهؤلاء هؤلاء إياكم كانوا يعبدون كما قلنا هذا استفهام إنكاري استفهام يأتي لماذا للإنكار لا يمكن ماذا لا يمكن وقوده يعني فهذا لا يكون هذا لا يكون إنكار لفعلهم إنكار لفعلهم قالوا سبحانك كما قلنا كلمة سبحان تأتي من تنزيه أنت ولينا من دونهم أنت ولينا من دونهم قال المفسرون أي لا نتخذ ولياً من دونك أنت يا رب أنت يا رب ناصرنا ونحن مفتقرون إلى ولايتك فكيف ندعو ندعوهم لعبادة غيرك بل كانوا يعبدون الجن كما معلوم أن إبليس من الذن الذن المقصود به هنا الشياطين يعني هؤلاء المشركون كانوا يعبدون الشياطين وأكثرهم به بهم مؤمنون أي منقادون أكثرهم بهم مؤمنون قال الشيخ السعدي في تفسيره لهذه الآية قال رحمه الله الإيمان هو التصديق الموجب للانقياد يعني هم مصدقون منقادون للذن التصديق الموجب لماذا للانقياد أي أن المشركون أو أكثر المشركين مصدقون منقادون للشياطين أكثرهم بهم مؤمنون طبعا كلام الشيخ السعدي ينتهي هنا طبعا لكن هذا تعليق يعني على كلام الشيخ وخلاصة هذا أن من المشركين من عبد من المشركين من عبد ماذا من عبد الملائكة من المشركين من عبد الملائكة بقي لنا الحديث بعد ذلك عن الدليل الذي فيه أن من المشركين من عبد الأنبياء وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله هذا أيضا سؤال استنكاري نعم وهذا فيه توبيخ للنصارى للنصارى للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك تنزيها لك عن هذا الكلام القبيح ما يكون لي لا ينبغي لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي فهناك من عبد الأنبياء كمن عبد عيسى عليه السلام وكمن عبد عزيرا نعم وهذا سوف نتكلم عنه مع دليل الصالحين ودليل الأشجار والأحجار في الدرس القادم إن شاء الله في تتمة القاعدة الثالثة من القواعد الأربع أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته